حققت القوات الروسية تقدما ميدانيا ملموسا في شرق أوكرانيا حيث واصلت عملياتها العسكرية في عدد من البلدات وأعلنت سيطرتها الكاملة على ليمان ثاني أكبر مدينة أوكرانية وهي تابعة لمنطقة دونيكسك في إقليم دونباس ويأتي ذلك فيما أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية انتشارا عسكريا روسيا واسعا نطاق لوحدات المدفعية والمدرعات في مدينة ليمان وعلى وقع هذه التطورات المتسارعة أقرت أوكرانيا بأن قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوغانسك لتجنب عمليات أسر الجنود وهذا ما قد يسهل على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحقيق هدفه بالسيطرة على دونيكسك ولوغانس في شرق البلاد ترجمة نانسي قنقر